يتخذ يريز إجراءات لمعرفة حقيقة حمل سبتمبر في الواقع بينما يتم سحقه بسبب ثقل الافتراءات التي القيت عليه سوف يدرك أن حياة صعبة تنتظره هو ونفسه من ناحية أخرى سيدرك بيرشين أنه حصل بالفعل على فرصة أثناء محاولته التخلص من تأثير المفاجآة السيئات التي مر بها في الواقع أثناء محاولته إثبات براءته يبتعد الشاعر عنه أكثر فأكثر عدم قدرة ياؤشمز وإل أوشل على الانفصال عن بعضهم البعض يجلب العائلتين وجها لوجه مرة أخرى بينما يحاول سبتمبر الاتعاد عن ياؤشمز تبدأ علامات الاستفهام في رأس ياؤشمز في الزيادة عندما يخبر كان أوزان أن كل شيء هو خطة فاتح يهدده الفاتح مع عائلته كان لا يستطيع الكلام في الواقع كان أوزان معزولا تماما عن الحياة لأنه لم يؤمن بنفسه وألقى بخاتمه بعيدا إنه بائس تحافظ يا إرمز على الاعتقاد بأن إل إرمل لا تزال تحب نفسها وأن زواجها خيال لكن بينما يناقشون هذا الأمر قام نرمين وعدنام الذان أخرجهما رازية هناك بطباعتهما في المنزل تنطر الشتائم في سبتمبر يغيز يأخذهم أمامه ويذهب بعض إل إرمل أمقذ يا إرمز حيات الإرمل بتجاهل حياتها لكنه عرض صحته للخطر في الواقع على الرغم من سحقه تحت جريمة كبيرة وافتراء كبير إلا أن رغبته الوحيدة هي جعل الشاعر يؤمن بنفسه على الرغم من أن كان يدرك مدى خطورة تورطه في لعبة الفاتح فقد يكون قد فات الأوان على كل شيء سبتمبر في خطر الاحتراق في المنزل يدرك يغيز أنه لا يزال يحب سبتمبر ومع ذلك لا يمكنه فهم مشاعر سبتمبر تجاهه بعد معرفة كل شيء عن أسليم وكان يغلق وعي جوليدي لا يستطيع الشاعر معرفة الحقيقة يواصل بيرشين التلاعب بالشاعر بشأن تعرضه للغش مع كان يضع فاتح خطة لإخضاع كان وأسليم لأوزان في الفندق كما أخبر جوليدي بالكذبة القائلة بأن أسليم خدع أوزان مع كان يرى صور سبتمبر يأمز مع يلدا في الصحيفة على الرغم من أن يأرمز يحل هذه المشكلة إلا أن الاثنين لديهم الكثير من المواقف تجاه بعضهم البعض تضمن رازية أن الرسالة التي توضح فيها إل إرمل أنها عدنان وأن أجنة النرمين تقع في يد عدنان عدنان ونرمين يوجهان تهديدات إلى سبتمبر وعائلتها الذين يلومونهم على رحيل يا أمز نوران يمسك يا إمز في محطة الحافلات يحاول ثنيها عن المغادرة يجيز يأتي إلى حفل زفاف سبتمبر يثير برشين رأيه إلى أوزان بينما يعانق كان وأسليم الشاعر لا يؤمن يسأل أسليم لكن على أسليم أن يكفب بسبب والدته يضع فاتح خطة لإخضاع كان وأسليم في نفس المنزل ليلا بينما تجري الاستعدادات لحفل الزفاف في المباني الملحقة يقرر يا إرمز إجراء تغييرات كبيرة في حياته نتيجة لما عاشه مع إل إرمل بالتوازي مع هذا صدم نوران بشيء وجده في الواقع بسبب كان دخل في موقف لم يرغب فيه أبدا في موازات ذلك سيضع برشين ورقة رابحة كبيرة في يده الفاتح الذي يحاول تفريق زواج أوزان وأسليم يصل إلى هدفه بشكل أسرع بمساعدة كوراي أعد كوراي خطة باستخدام حسن نية أسليم ويعتقد أنه بهذه الطريقة سوف يتفكك تماما بين الاثنين بينما يقوم سبتمبر وكوراي بالاستعدادات للزواج يراقبهما يا إرمز من مسافة بعيدة وقد وضعت الفتاة الدهون عقلها على ترك سيترك الجميع وراءهم عائلتها مدرستها لها سبتمبر وطفلها يا إرمز الذي لا يستطيع التخلي عن سبتمبر بأي شكل من الأشكال لن يغادر بعد سبتمبر مرة أخرى وسيسعى جاهدا للعودة معا ديسمبر على الرغم من أن عدنان وكوراي يضعان خططا ويحاولان إذاء عائلة الإرمل إلا أن يا إرمز سينع ذلك بغض النظر عن مدى محاولة يا إرمز القيام بذلك سررا فلن يفلت من عيون نورا في موازات ذلك سيكون أسليم هو الذي ينقذ برمين الذي حاول أن ينتحر ليفسد الصورة العائلية السعيدة لأسليم وأوزان مرة أخرى على الرغم من أن أسل إرم وأوزان لن ينفصل مهما حدث فقد بدأ برمين والفاتح حربا للفصل بينهما غير قادر على تحمل ما حدث ليّا إرمار خاطر بكل شيء لتدمير يا إرمز بغض النظر عن مقدار ما يحاول سبتمبر منعه لن يكون هناك أي شخص غير متوقع ينعو يا إرمار يهرب سبتمبر من سبتمبر بينما يحاول يغيز التحدث إلى سبتمبر من ناحية أخرى يستمتع أسليم وأوزان بل من شملهما مع بعضهما البعض أخيرا وعندما يفشل الفاتح في كسر الأمور في ديسمبر سيفعل برشين كل شيء لتعطيل هذه السعادة من ناحية أخرى لا تعرف سيبل ماذا تفعل بحقيقة أنها تعلمت من نتيجة الحمض النووي يحاول سبتمبر سعادة أوزان وأسليم بينما يتسبب يغيز عن غير قصد في أكبر ألم يخشى حدوثه لوالده إنه يحاول سعادة أوزان وأسليم سيكشف برشين وفاتح الحقائق المتبقية في سيبل وجنكيز أثناء محاولتهما منع سعادة الأشخاص الذين يحبونهم فاتح وبيشين الذين حاولوا إفساد حفل الزفاف الأب الذي حاول قتل يائر مز لأنه أضر بابنته ولا يمكنهم الانفصال عن بعضهم البعض مهما حدث يائر مار الذي يكتشف أن ابنته حامل لا يرحب بهذا الوضع جنبا إلى جنب مع نوران يتخذون موقفا صعبا للغاية تجاه سبتمبر يتحرك لإطلاق النار على يائر مز الذي يعتقد أنه لوث شرف ابنته عندما يطلق النار على يائر مز يمر أمام سبتمبر يخبر كوراي الذي جاء في اللحظة الأخيرة أنه إيل إيرمل عاشقان والطفل في بطن إيل إيرمل هو طفله سبتمبر الذي يهتم بإنقاذ حياة يغيز لا يمكنه الاعتراض على ذلك لقد أحبتك مرة واحدة انتهى فيديو المعلومات الخاص بنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات